السلام عليكم احتراق حافلات للنقل المدرسي بالتونات في ظروف غامضة لكن قبل الخوض في تفاصيل هذا الخبر لا تنسوا دعمنا بلايك واشتراك في القناة لتتوصلوا بآخر الأخبار المغربية تعرضت أربع حافلات مخصصة للنقل المدرسي لعملية إحراق في ظروف غامضة في الجماعة القروية عين عيشة إقليم تونات الحادث وقع ليلة الجمعة السبت حين اشتعلت النيران في الحافلات التي كانت مركونا أمام المقر الإقليمي للدرك الملكي وتشير المعطيات الأولية المتوفرة إلى أن الحافلات كانت متوقفة في موقف مخصص قرب المدارس عندما اندلعت النيران فيها بشكل مفاجئ وعلى الرغم من تدخل فوري من قبل الساكنة والسلطات المحلية لم يتمكنوا من إنقاذ الحافلات من النيران الهائلة التي اندلعت بسرعة مخلفة أضرار جسيمة ترجمة نانسي قنقر